بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحصة الرابعة من درس المستويات والمستقيمات في الفضاء لمستوى السنة الثانية اعدادي الموصم الدراسي 2019-2020 نواصل الدرس يلا سوف تقوم بإنشاء مستطيلين بالورق المقوى والكارتون ولوين الأول بالأحمر وسيمثل مستوى سنسميه P ولوين تاني بالأزرق وسيمثل المستوى Q إذن عندك المستوى الأحمر اسمه المستوى P والمستوى الأزرق اسمه المستوى Q هنا ستقول لي يا استدرا قلت لنا بأن المستوى نمثله بواسطة متواز الأضلع والآن نراك تمثله بواسطة مستطيل فعلا المستوى يمثل باستعمال متواز الأضلع في الفضاء بطبيعة الحال لأنه متواز الأضلع يمثل منظور المستوى في الفضاء المنظور دي المستوى أو بشكل آخر إسقاط المستطيل على سطح مستوين إسقاط مستطيل من الفضاء على سطح مستوين يعطينا متواز الأضلع سترى الصورة الآن و ستفهم شوية هذه الأمور هذه الأضلع في بداية عندنا مستطيل المستوى الأحمر والمستوى الأزرق ولكن إذا حركناهم في الفضاء تطلح بيعطينا متواز الأضلع بمعنى إذا أسقطنا مستطيل على سطح مستوين يصير متواز الأضلع خدر الدفتر وضعه أمام مصبح و شوف الصورة دي على الحائط تطلقى على شكل متواز الأضلع هذا ما يحصل دائما على أي حال ما شاهده والموضوع دينا الموضوع دينا هو كالتالي ما هي الأوضاع النسبية لهذين المستوين في الفضاء ما هي الأوضاع النسبية لهذين المستوين في الفضاء رأينا سابقا الأوضاع النسبية لمستقيمين في الفضاء و دارسنا كل واحدة على حدة ثم دارسنا أيضا الأوضاع النسبية لمستقيم ومستوى في الفضاء الآن غادي نشوفوا الأوضاع النسبية لمستويين في الفضاء يلا غادي تلعب هذة ترفضي الكارتون بجوج الأحمر والأزرق وتحاول تشوف أشناية الأوضاع الممكنة كم من وضعية ممكنة إلا ما سمحتك الفرصة بتشتقون بهذه العملية خذ دفتر له غلاف أحمر و دفتر آخر له غلاف أزرق الدفتر الأول سيمثل المستوى P والآخر سيمثل المستوى Q و كشوف كم من وضعية ممكنة لهما في الفضاء يلا الآن ندرسوا معا هذه الأوضاع أو هذه الحالات إذن هذه الوضعية لغاية نسميها الحالة الأولى سؤال ما هي وضعية هذه المستويين في الفضاء كيف ترهما؟ المستوى الأحمر هو المستوى P والمستوى الأزرق هو المستوى Q فعلا هنا المستويان متقاطعان تطلح بأن المستوى الأحمر يقطع المستوى الأزرق وتقاطعهما يعطينا ماذا؟ نعم تقاطعهما يعطينا مجموعة من النقاط هياد لعنانة التي نقف في الشفاء هياد النقاط لعنانة إلى ملانيا يبطى بالحال إذن تقاطعهما يعطينا ماذا؟ نعم تقاطع عادة للمستويين يعطينا مستقيم ونقول إن المستويين متقاطعين وفق مستقيم المستويان متقاطعان وفق مستقيم هو هذا اللي رسمتنا بالأسود قد تقول لي ولكن هذا الجزء رجحة رجع عليهما لا ما تنسش بأن المستوى لا حدود له تحضر المستوى الأزرق تبقى غادية إلى ملانيا حتى في الجهة الأخرى والفق في الأسفل ولكن لا يمكننا نعملها على الورقة دي هذا الدفتر لهذا ترسمه شو يمضى واللاحظ جيدا هنا هذه المسألة قام بها لاحظ جيدا هنا المستوى الأزرق في هذا الجزء يخفي المستوى الأحمر إذن تطلع هذا الجزء كله بالأزرق ومن وراه كان الأحمر ولكن هنا كان خط متقطع بمعنى أن هذا الجزء الأحمر غير مرئي هذا الجزء الأحمر من المستوى بي غير مرئي وهنا العكس أصبح المستوى الأزرق أسفل المستوى الأحمر وصار هذا الجزء غير مرئي لهذا الرسمه بخط متقطع وتطلع بأن الوردينتور تعالج هذا المسألة في كل وضعية إحنا إلا بدنا الوضعية تغير تموضع ديال النقاط إحنا غير مرئي إحنا غير مرئي إحنا غير مرئي في كل مرته يبدل أماكن ديال الخطوط بحضروا كانت هذه الوضعية اشتعى شوف هنا تمدد هذه الخطوط أو هنا تمدد أكثر وهنا نقص على حسب التموضوع ديال المستوى الأزرق بالمقارنة مع المستوى الأحمر إذن أعيد هنا في هذه الوضعية المستويان متقاطعاني وفق مستقيم يعني دوك جوش طرف ديال الكارتون اللي قد يلقطع تي مثلا واحد منهم بالمقص تقربه تقطع كامل وخشيتيه في الأخر دخلتيه في الأخر باعتك هذه الوضعية نمشي الوضعية الثانية يلا انظروا معي هذه الوضعية ونفس السؤال ما هي وضعية هذين المستويين في الفضاء المستوى الأحمر هو المستوى P والمستوى الأزرق هو المستوى Q عندك P و Q مستويين من الفضاء كيف ترهما كم من النقطة المشتركة بينهما ما هي النقطة المشتركة بينهما هل توجد نقطة مشتركة بينهما بطبيعة الحال لا توجد أي نقطة مشتركة بينهم لاحظة فراغ بينهما نقول أيضاً إن تقاطعهما فارغ المستويان B تقاطعهما فارغ أي لا توجد أي نقطة مشتركة بينهما المستويان تقاطعهما فارغ أي لا يشتركان في أي نقطة في هذه الحالة نقول إن هذين المستويين كيف؟ نعم متوازيان في هذه الحالة نقول إن المستويين متوازيان أي عن كتبها المستويان متوازيان إذن مستويان متوازيان معناه مستويان تقاطعهما فارغ أي لا يشتركان في أي نقطة نشوفه وضعية أخرى لاحظ جيدا هنا غادل سق المستوي الأزرق مع المستوى الأحمر صار كيف هنا؟ نعم صار متطابقان إذن في هذه الوضعية نقول إن المستويين كيف هما؟ نعم متطابقان المستويين إذا ألصقنا أحدهما بالآخر يصير متطابقين حاك تشوفها نفس الصورة ونقول أيضا إنهما متوازيان إذن مستويان متطابقان يعني مستويان يشتركان في كم من نقطة؟ نعم مستويان يشتركان في جميع النقط مستويان متطابقان مستويان يشتركان في جميع النقط أن تلصقوا واحدة على الأخر أن تصبحوا متطابقين أي يشتركان في جميع النقط وهذه الحالة أيضا تسمى حالة التوازي إذن غادي نأخذ هذه الحالة دي التطابق بين المستويين بي وكي وهذه الحالة التي يكون فيها المستويان متقاطع أن أعتدر المستويان تقاطع ومفارغ هذه نضعية برجهم تمتل التوازي نقول إن المستويين بي وكي متوازيان نعبر عنها بهذه الطريقة بي يوازي كي أو كي يوازي بي إذن أعيد مرة أخرى مستويان متطابقان هم مستويان متوازيان مستويان تقاطع ومفارغ هم أيضا مستويان متوازيان يلا الآن أعطني التعريف متى نقول عن مستويين من الفضاء إنهما متوازيان يلا أكتب التعريف متى نقول عن مستويين من الفضاء إنهما متوازيان متى نقول عن مستويين من الفضاء إنهما متوازيان يلا نشوفوا التعريف نقول عن مستويين من الفضاء إنهما متوازيان إذا كان متطابقين يعني هذا الوضعية متطابقين أو تقاطعهما فارغ أو هذه الوضعية بزجم تيمتلو التوازي هناك تقارب أو مقاربة بين توازي بين المستقيمين في المستوى قلنا في السنة الماضية مستقيما متوازيان إذا كان متطابقين أو منفصلين ثانا مستويان متوازيان إذا كان متطابقين أو تقاطعهما فارغ تقاطعهما فارغ أكثر وضوحا تتبين بأن المستويين لا يشتركان في أي نقطة حسن من الكلمات المنفصلة نواصل الآن قلنا نشوفوا واحدة الخاصية مهمة ستساعدنا على البران على التوازي بين مستويين إذا تطلب الأمر ذلك يعني كلما طلب مننا البران على مستويين متوازيين تستعملوا غالبا هذه الخاصية قلنا نشوفها تفاصيل يلا هيا نشوفها هادي نخدمه هادي الفيديو هادي ناخده بعدها الصورة نحطه هنا هايا هادي نسمي هادي المستقيمات كل واحد باسمي مستقيم D والD أولى ثم L والأولى يلا السؤال الأول كيف ترى المستقيمين D والD أولى شوف مزيانة الصورة هنا في الفيديو D والD أولى D والD أولى رام رسومين بالأصفر وما هذا ها ما تدهرون في الصورة إذا كما ترى ثم غيرت الوضعية أرض البنت المستقيمين دي والD أولى كيف ترى هما فعلا متوازيين نمشيوا المستقيمين L والأولى كيف ترى هما رام رسومي البخضر تطلحت كل مرة تنغيير تموضوع المستويين في الفضاء باش تلاحظ المستقيمين L والأولى في كل وضعية كيف ترى هما تتكلم على المستقيمين المرسومين بلوني الأخضر حتى هما متوازيين أليس كذلك إذن عندنا مستقيمين متقاطعين ضمن المستوى الأحمر هما دي والدو مستقيمين متقاطعين ضمن المستوى الأحمر يوازيان على التوالي مستقيمين متقاطعين ضمن المستوى الأخضر الأزرق أعيد عندنا مستقيمين متقاطعين ضمن المستوى الأحمر يوازيان على التوالي مستقيمين متقاطعين ضمن المستوى الأزرق في هذه الحالة نقول إن المستويين الأحمر والأزرق كيف هما؟ نعم متوازيان نستجل هذه المعلومات المستقيمين دي و أل يقعان ضمن المستوى ب هما المستقيمين دي و أل يقعان ضمن المستوى ب ثم المستقيمين دي أولى و الأولى يقعان ضمن المستوى ك وعندنا دي يوازي دي أولى وعندنا ال يوازي الأولى إذا تحققت هذه الشروط نقول إن المستويين بيوكي متوازية إذن إذا لدينا مستويين في الفضاء بحال هذا الحمر مع الزرق مستويين من الفضاء وكان لدينا مستقيما متقاطعا دمن المستوى الأول ويوازيان على التوالي مستقيما متقاطعا دمن المستوى الآخر فإن هذين المستويين متوازيان يلا اكتب لي الخاصية فكر في طريقة للصياغة هذه الخاصية يلا سأنتظرك سوف تصل إلى الكتابة الخاصية ألا إيح القبل محاولة إذا أخفقت لا مشكلة لدينا نتعلم من إخفاقاتنا نتعلم يلا هذه الخاصية إذا كان لدينا مستقيما متقاطعا ضمن مستوى ويوازيان على التوالي مستقيمين آخرين متقاطعين ضمن مستوى آخر فإن هذين المستويين متوازيان أعيد هذه الخاصية إذا كان لدينا مستقيما متقاطعا ضمن مستوى بحالة المستوى الأحمر ويوازيان على التوالي مستقيمين متقاطعين ضمن مستوى آخر اللي هو الأزرق هنا فإن هذين المستويين متوازيان هذه من بين الخصائص المهمة في هذا الدرس إلى جانب الخاصية اللي كنت ذكرت في الحصة الماضية ديال توازي مستقيم ومستوى نقول عن مستقيم إنه يوازي مستوى إذا كان يوازي مستقيما آخر يقع ضمن هذا المستوى وأضف إلى تلك الخاصية هذه الخاصية جوجة ديال خاصية اللي بهم تنزو العديد من التمارين في الهندسة الفضائية لا هد السنة ولا السنة الجاية إن شاء الله الماجهة جلم زيان هذه الخاصية في ذاكرتك على أي حال نحن سوف نرى التطبيقات ديالهم إن شاء الله من بعد إذا الخاصية اللي أولى حول توازي مستقيم ومستوى نقول عن مستقيم إنه يوازي مستوى إذا كان يوازي مستقيما آخر يقع ضمن هذا المستوى والخاصية الموالية إذا كان لدينا مستقيما متقاطعان ضمن مستوى ويوازيان على التوالي مستقيم آخرين يقعان ضمن مستوى آخر فإن هذين المستويين متوازيان إلى الآن سنأخذ دفتار الدروس الكتب خلاصة لما قمنا به في هذه الحصة يلا نبدأ سادساً الأوضاع النسبية لمستويين في الفضاء نعتبر بي وكي مستويين من الفضاء ولندرس أوضاعهما النسبية الحالة اللولى بي وكي متقاطعان وفق مستقيم دي نشوفوا الشكل وهذا رد لبال من تكون ترسم الشكل عندك هذا الجزء وراء متقطع وهذا الجزء بخط المتقطع فهمنا؟ هذا متقطع تيبا بأنه وراء كان ملور ديال المستوى الأزرق لهذا هو مخفي مخبي علينا متنشوفوش لهذا أرسمناه بخط متقطع وهنا المستوى هذا الجزء من المستوى الأزرق الذي أصبح مخفيا لحظة هنا هذا الخط المتقطع رد لها هذا الخط المتقطع هذه اللي أصارت مختفية هنا وده هو المستقيم ديالن تقاطع المستويين بي وكي هو المستقيم دي الحالة الثانية بي وكي مستويان متطابقان نشوفو الشكل دي لهذا الوضعية احنا وضعناه واحد على الاخر حاول تدير واحد الخط حمار هنا سير داير بهم باش يبين بأننا راه هذا هو المستوى بي إذن هنا جو جي المستويات بي وكي جميع نقاط أحد المستويين تنتمي إلى المستوى الآخر بمعنى اخذنا النقاط للمستوى بي فهي تنتمي إلى مستوى كي ونقاط مستوى كي تنتمي إلى المستوى بي إذن تشتركوا في جميع النقاط فنكتب باختصار المستوى بي يساوي المستوى كي إذن مستويان متساويان مستويان متساويان يعني جميع نقاطهما مشتركة أو متطابقة وهذه الحالة اسمنا بحالة التوازي أيضا هل نذكرها من بعد هل تنتمي إلى الحالة التالية هل نذكر التوازي هنا الحالة التالية في المستويان بي وكي تقاطع مفارغ أي لا توجد أي نقطة مشتركة بينهما حينما تسمع مستويان تقاطع مفارغ بمعنى لا توجد أي نقطة مشتركة بينهما في كلتين الحالتين السابقتين نقول إن المستويين بي وكي متوازيان تنتكلم على هذه الحالة التالية والتالتة بجوجهم هذه وهذه في كلتين الحالتين السابقتين نقول إن المستويين بي وكي متوازيان درقوا غدين نمر للصفحة الموالية ها معاوض أرسمت الشكل مع أنت فتطردك معاش ترسمهم أنا هير هنا حاولت نضعهم في هذه الصفحة باش نشوفهم وأنا أكتب الخاصية أو تعريف أعتدر تعريف هو الأول فنكتب بي يوازي كي أو كي يوازي بي رب حال بحال إلا قلنا المستوى بي يوازي المستوى كي بحال قلنا المستوى كي يوازي المستوى بي تعريف نقول عن مستويين من الفضاء إنهم هما متوازيان إذا كان متطابقين بحال هذه وضعية أو تقاطع فارغ بحال هذه وضعية ملاحظة ونضف الخاصية لذكرتها نعتبر الشكل التالي هنا هذي نرسم المستويين بي وكي ونرسم المستقيم الأخضر يوازي المستقيم الأخضر لعنا والمستقيم الأصفر هنا يمكن لك تستعمل لون أخر يوازي هذي المستقيم نسميهم كل واحد بيسميه هكذا المستقيم دي و أل متقاطعان ضمن المستوى بي والمستقيم دي أولى و الأولى متقاطعان ضمن المستوى كي عرفنا بي واللي بالحمر وكي واللي بالزرق وعندنا ال يوازي الأولى والدي يوازي الد أولى ملاحظة حيث مبرهن نعلى ولغة نكتب لأننا كمان نلاحظ أن المستويين بي وكي متوازية ثم نمر إلى صياغة الخاصية أنا بنقلب الصفحة برك نقبل الخاصية التالية خاصية إذا كان لدينا مستقيمان متقاطعان ضمن المستوى ويوازيان على التوالي مستقيمين آخرين ضمن مستوى آخر فإن هذين المستويين متوازيان أعيد هذه الخاصية إذا كان لدينا مستقيمان متقاطعان ضمن مستوى مستقيمان متقاطعان ضمن المستوى الأحمر ويوازيان على التوالي مستقيمين متقاطعين ضمن المستوى الآخر فإن هذين المستويين متوازيان انتهت هذه الحصة من إعداد أستاذ عبدو إعدادية برز زيتون مراكش في الحصة الموالية إن شاء الله هل يشوفوا التطبيقات لكل ما رأينا في الحصص السابقة على أشكال هندسية معروفة إلى اللقاء